في رسالة بولوس الرسول إلى أهل أفسوس الإصحاح السادس وخليني أبتدي من آية عشرة أخيرا يا إخوتي تقوّوا في الرب وفي شدة قوته إلبسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس فإن مصارعاتنا ليس مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية في السمويات من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير فواضحهم بيتكلم عن حرب بيتكلم عن السلاح وبيتكلم عن الكيفية أنه كيف نقاوم إبليس أنه فعلا في عدو وعنده تنظيم وتخطيط وعنده بلان وعايز يوقعنا دي حقيقة موجودة لكن أنور حاجة الأول قبل المكايد في آية عشرة يقول تقوّوا في الرب دي جملة مهمة جدا تقوّوا للأمانة محتاجة نفهمها أكتر لأن الناس يسأل ليه طب هتقوّوا إزاي لكن هي في اللغة اليونانية في صيغة المبنى المكهول والمفروض تترجم دعوا الرب يقويكم وهي زيها زي لما قال في آفاسوس ولا تسكاروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا هي دعوا الروح يملأكم أنا أخضع والروح يملأني فهنا بيقول تقوّوا أي أنت عندك قوة متاحة قوة الرب فهو اللي هيقويني وبعدين ما يقولش تقوّوا بالرب لكن في الرب تعبير في المسيح اللي استخدموا الرسول بوليس كتير يا سلام وكأن يقول سر النصرة أن أنا أبّى في المسيح أنا في الرب لو أنا في المسيح هيبّى هو كسائي هو اللي بيصد عني هو اللي بيدافع عني ترجمة نانسي قنقر